اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نحن بالحلقة الماضية تناعمل ريكاب حكينا أولوياتنا كرجل أعمال كيف بدا تكون وإذا نحن خدمنا المال شو النتائج إذا خدمنا الله شو النتائج وإنه هلأ لكل رجل أعمال مؤمن لازم يكون الله هو شريكه الأول بالعمل نحن ونقول إنه الله شريكه بالعمل إذا أنت عندك بشركتك شريك ما فيك تاخد قرار بلا ما تاخد رأيه فنحن كرجل أعمال بناخد رأي الله ويكون راضي هو عن هذا القرار وموافق عليه مش إنه نحن منقرر ومنقول إنه بدنا موافقتك هذا الشيء ما بيزبط هكي هلأ الله إذا نحن منتكل عليه بيرشدنا وبنورنا وبيعطينا الطريق المزبوطة لحتى عن جد نحن كرجل أعمال ننجح ننجح بوصلنا لأعلى المراكز يعني الله بيدخل بأعمالك قد ما أنت بتسمح له ولا مرة هو رح يجي يفوت على حياتك يفروض حالك بس إذا أنت تسمح له قد بتعطيه أنت سبيس بقلبك وبحياتك هو رح يتدخل وهو حاضر يعني إذا واحد شي مرة بيجرب ينكون هلأ اليوم بارتيتنا كلها اللي عم نحكي عنا عملية إذا واحد بيجرب إنه يكب مشاكله ويعرضه على الله ويتكل عليه عن جد الله رح يلقيله إياه يعني أنا كرجل أعمال إذا بدي فكر مين بدي حط مستشار لألي أو الشريكة بالشغل مين رح لقي أفضل من الله يعطيني النصايح ويرشدني بطبيقة مزبوطة مهم إنه يكون الله موجود بشغلنا بحياتنا العملية أكيد أكيد اليوم كل رجل أعمال مؤمن هو إذا بدك كاهن على الأرض هو مبشر ونحن علينا نوصل تعاليم ربنا بميدان عملنا هلأ إذا أنا سمحت لأله إنه يكون الأول بشغله يعني أنا بدي أسمح له إنه هو يحقق أهدافه ومخططاته من خلال شغله شو هدفه لأله؟ أكيد نجمع المصاري هدفه هو الإنسان نشر المحبة والسلام ويعطينا الحياة الأبدية رفق التزام الله مع الإنسان إكسترام للدرجة إنه قدم ابنه الوحيد تيموت عننا لحتى يغفرنا خطيانا فنحن وقت نسمح لأله إنه يكون الشريك الأول بشغلنا عم يستخدمنا لحتى نوصل هيد البشارة للآخرين ويلي هي تطبيق التعاليم الدينية ويلي بده ييربنا بدومان شغلنا وقت نحن نبلش هالمهمة الله حيعطينا أكتر أكتر لنكملها بإلك أطلبوا ملكوت الله وبره وكل شيء إنه يزاد لكم نحن كرجال أعمال مؤمنين عنا فرصة إنه نحتك وإنه يكون عنا علاقات مع عالم غير مؤمنين صحيح هلأ وإجمالا هو اللي بيتواجه الدمان العمل فنحن من خلال تطبيقنا لهالأفكار منكون عن جد عالم مميزين رجال أعمال مميزين وعام نحقيق مشيئة ربنا يعني الإيمان كتير مهم يكون موجود بحياتنا العملية ومثل ما ذكرنا ببداية حديثنا أنه الله لازم يكون شريك لألنا أو لازم يكون بارتنر لألنا بالعمل وكون فينا مثل ما قالت روجيه يكون عم نستشيره قبل ما ناخد أي قرار مش هك نقرر ونمشي بالموضوع لأنه وقت يأتينا إشارة وننطر علامة صغيرة يكون يكون نحن عنا قرارين ومحترين أي قرار ناخد منصلة علانية معينة ومنطر إشارة وبعدين هيك بيأتينا إلهام لا أنا لازم أعمل هيك ومش هيك أو لازم أخد هالقرار مش هيدا الأرار مظهور روجيه بالكتاب المقدس كان فيك نحكى شوي عن الأخلاق بالعمل في عدة أمثال حكيو في عن العمل لك نحن بمعظم الأحيان كرجاء الأعمال منحط معايير بشرية للعدل بحياتنا ويقول لأنا بشوفه عادل يمكن للغير لألك ما أنه عادل أوقات نعتمد نحن نظام الرشوة منقول أنه معلي أنا إذا رشيت وربحت هيدا السفقة أنه أنا بالنهاية رجل أعمال مني لهوتة بس المبادئ الكتابية بالدين الرشوة يعني بسفر الخروج بالعهد القديم بيقول لك لا تأخذ الرشوة لأن الرشوة تعمي المبصرين وتعوج كلام الأبرار أنه أنا اليوم برجع بقول إذا أنا حدا من المنافسين طبعي أو زملائي بالشغل أزاني بدي أزيب حجة أنه أنا مثل ما بعملوني بعملك كمان بالعهد القديم بسفر خروج بيقول لك لا تقل كما فعل به هذا أفعله به نحن أوقات منحط أفكار بالراسنا أنه الغاية بتبرر الوسيلة لا هذا الشيء كثير بعيد عن اللي الله بده إياه مننا مية بالمية إذا أنا الله كان شريكي بالشغل وعم بيستشيره بيقبل أخذ هيك قرار أكيد قراراتي بتتغير أوكي؟ سو ما بقدر أنا الأشياء أنا ما بقدر أتعامل مع ربنا كرجل أعمال مثل ما بتعامل بالشغل يعني فيه أمور الله بينطر منا أنه نعطي الناس أكتر مما بتتوقع وبهالطريقة نحن نكون نرجع من قول الرجال أعمال مميزين حكيت هلأ رجعي عن الرشوة يعني هيدا بلبنان إذا واحد جي عبي بنزين لسيارته بده يعطي رشوة لإقدري عبي بنزين هيدا الشيء يعني بيصير كل يوم يمكن نحن أوقات كم نعرض مصاري أوقات على أشخاص لخدمة معينة أو لورقة معينة أو لحيالة شيء كرمالكي نمشي أمورنا أو نسرع بس هيدا الشيء أكيد دينياً مرفوض وكتابياً مرفوض هو أمور كل يومها نحن إذا المبدأ الأساسي المهني اللي ألا بدو إياه مننا هو عامل للناس متل ما بدون يعملوك إذا إنت بتعامل للناس متل ما بدون يعاملوك يعني لا رشوة ولا يعين بالعين وسن بالسن ولا بحط أنا إنو الغدية ونشيء أبرّ الوسيلة الشي الأساسي اللي نحن ننجقة النتزين فيه عامل للناس متل ما بدون يعاملوك ساعتها أنت بتكون عم بتطبق الأسس والمبادئ الكتابية المهنية وساعتها أنت بتكون عم تشتغل بمشيئة ربك يعني فيه فاليوز أو فيه قيم معين لازم تكون موجودة بعملنا نحترمها نحترمها مع نفسنا ونحترمها مع الآخر نكون ماشيين هيك بمساوات على لفل واحد يمكن على موجة واحدة لنكون هيك عملنا يمكن ناجح أكتر ومسمر أكتر كيف بالكتاب المقدس أو شو منظر النجاح بالكتاب المقدس رجاك؟ لك بدقلك شغلي مرة أنا كانت على الكمبيوتر قريت أنه فيه ندوة لعنوانها تعلم أسرار النجاح رحت عليها هل العنوان هيك بتلفز ايه ايه تعلم أسرار النجاح قلت أنا بدي بتتعلم أسرار النجاح كانت الصال مليانة فيها من مختلف الأعمار وقت طلع السبيكر المتكلم بلش أنه أنا جاي اليوم حتى قلكن على الطريق اللي بتعملوا فيها مصاري أكتر وكيف فيه كنت تكونوا بأعلى المراكز رهل بعض الناس بتظن أنه النجاح هو بالمال أو بقدي عندك سيارات أو أنت شو كمبات عندك أو قدرتك الشرائية إن شاء المادية مية بالمية بس منهم عارفين بالنسبة لقلهم هو المال الأساس تبع كل شيء ما أنا عارفين أنه هيدا الشي ما بيدوم هيدا الشي ما بيدوم بأنه هيك هني عم بينحرفوا عن السبيل الطريق النجاح المزبوطة يلي نحنا الله بريده منه النجاح الحقيقي بميدان العمل لأنه أنا خلي الله يحقق مخططاته عبري من خلال أعمالي فمفتاح النجاح الحقيقي بالنسبة لأه ربنا هو الناس هو أنه تحط الناس بأولوياتك وتحط الناس أهم من حيالله السلعة عالمية أنه نحنا مننسى أنه بالنهاية نحنا نحنا ناس إذا أنا الله شريكي بالعمل لأنه هيدا البلشنا فيه أنا لازم أسمح لشريكي يتصرف بالأرباح طبعي فأحسن استثمار هو لإلي كرجل أعمال أنه أنا استثمر بصد إحتياجات العالم يعني إذا بعرف في عالم عنده حاجة أنا إذا بكون عم بصد إحتياجاته وعمل بلأ إحتياجاته وكل واحد بيعمل هيكلة التانية ما بقى أحدا بيكون عاويز منكون عا منتمم نحنا مشيئة ربنا وإذا بدك تنجح مظبوط كون صادق وأمين صادق وأمين مع حالك مع الناس وأهم شيء صادق وأمين مع ربك يعني هولي الكيز أو هولي انفتيح إذا بدك النجاح لازم يكونوا موجودين وهولي بعتقد بحياتنا وينما كان يعني مش بس بالعمل بدراستنا بعيلتنا بكل المجالات بحياتنا لازم يكون عم نعتمد هولي المعايير لأن هولي بعتقد بيسهلون لحياتنا وبيخفونا يمكن وجع راس بمحلات معينة صح صح يعني نحنا نحنا هيكي هيكي ربنا بيشوف النجاح أو هيكي من منظاره لأن نحنا طبيعتنا البشرية عم نتاخد كتير بأمورنا الحياتية وعم ننسى العالم وصل لهون رالف لأنه بعيد كتير عن تعليم ربنا والله يصدروا يا راحين طالما هن بعاد عن تعليم ربنا ما تتخيل شيء رح يكون منيح حكينا عن النجاح روجير حكي شوية عن الفشل كمان شو منظار كتير مقدس للفشل أو كيف ربنا بيساعدنا أنه أوقات منقول أنه منحول الفشل لنجاح كيف هذا الشيء منشوفها عرض الواقع نحنا الله بيسمح الله بيسمح أنه يختبرنا بالفشل لحتى هل نحنا بالفشل نتمسك بمحبته وبسيقتنا فيه نحنا أوقات كرجال أعمال منقول أنه طالما كل شيء ماشي والشغل ماشي وعم بعمل مصاري أنا ما بطلب مساعدة الله ولا بلجأ له وحتى في عالم ما بتشكره بس وقتها الأمور تبطل ماشي ويقلوا بالدولاب مثل ما بيقولوا وتبطل شغلك ماشي وعم تعمل مصاري هون الله بيعرف إذا أنت بعدك بتوسق فيه وبكلمته هلأ الله بيلاقي بفشلنا فرصة يمكن بيسمح لنفشل لأنه إليك الله بيريدنا كلنا كلنا المنيح والخاطي والله بينبسط بخاطي أكتر من 99 يعني اليوم بينطر فرصة لحتى نفشل فيها لحتى نطلبه ونلجأ لإله وهو يتدخل بحياتنا لأن نحنا للأسف ما منلجأ لإله إلا وقتها ما منسمح له فوت بحياتنا إلا وقتها نقول نحنا هلأ بدنا إيه وتحس بي خطر يمكن وتحس أنه في شننا نصلي أكتر يمكن صح الشيطان بينطور هايدي الظروف حتى يفوت كمان بحياتنا ويقلنا لكم ماه يبلش خلينا نلوم ربنا بدل ما نطلب مساعدته كتير عالم لك أصعب شي بالحياة الموت وتواحد يموت بقول لا يا الله وتواحد يفشل أو ما يتوظف أو ينشحط أو شو ما كان أو ما يعم يربح شي قول لا يا الله نجم كأنه عم نحاسبه وعم نلومه بدل ما نشكره على كل شي على كل شي بنشكره وقال الله بيوعدنا أنه يحول فشلنا لنجاح في بس خبرية صغيرة الأخته مع المحور بدألك فيها أنه قصة لديس يوسف الصديق اللي كبو أخوته بالبير وبرمت فيه الأيام وصار هو الرجل الثاني بمصر بفترة كان هو عم بيخدم بأسره لبوتيفار اللي هو الوزير تبع الفرعون وجربت مرته لبوتيفار تجروا للخطيق أو ما قبل اللي قامت حطته بالحبس سيقب فيه اتنين كمان بيشتغلوا بالقصر معه وكانوا بنيو يظهروا فصار يقوله أنه قولوا للفرعون أنه أنا مني خاطئ أنا منيح رجع ظاهر عليه الملك وصار يبكي يقول يوسف ليش أنا عم بطلب من الفرعون وعندي الله أنا الله أهم من الفرعون فرجع برامة الأيام فيه وقت أحلم الفرعون ورجع صار صار ليك وين صار من ورا أنه الله عن جد إذا نتكل عليه بحول فشلنا لنجاح أكيد دائما الاتكال على الله كتير مهم بحياتنا العملية رجع كلمة أخيرة قبل ما نختمنا خلص وقتنا أنا بس بدي أقول لك أنه عدم الاتكال على الرب هو سبب السترس كله نحنا السترس والإجهاد والقلق اللي نعيشه هو نتيجة نتيجة بعدنا عن ربنا وعدم الاتكال عليه نحنا لازم نقول لتكن مشيئتك أنت رشدني لحتى نقدر بدمان شغلة يكون نور للعالم إن شاء الله أمين كلنا بنطلب هذا الشي وكلنا نتمنى هذا الشي أنا أشكر وجودك معنا وأكيد قريبا رح يكون عنا حلقة بارت تري لنكفي هذا الموضول لعم بعرف في كتير هيك نقاط حلو أنه نكون عم نحكي عنا وعم نضوء عليها سعر شكرا لوجودك معنا مشاهدينا بريك ونرجع من كاف استقبل ديوفنا خليكم معنا شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين اشتركوا في القناة